على بعد 85 ميلا بحريا من محافظة الحديدة تستمر حرائق ناقلة النفطسونيون بالتصاعد إثر هجوم حوثي تعرضت له ضمن هجمات يستهدف بها الحوثيون الناقلات المتجهة إلى إسرائيل لكن خطرا مدمرا قد يحول اليمن إلى كارثة مأساوية والبحر الأحمر كذلك والعالم يترقب أي لحظة قد تحول الناقلة إلى انفجار شديد في البحر فالناقلة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام باتت الآن مهددة للبيئة البحرية واليمن كذلك في حال انفجرت براميل النفط التي على متنها الحكومة اليمنية أطلقت تحذيرا بشأن كارثة وشيكة مع توقع انفجار ناقلة أو غرقها والتي جاءت في وقت رصدت فيه المهمة البحرية الأوروبية أسبيدس استمرار الحرائق على متن الناقلة في خمسة مواقع على الأقل بالإضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي سيما بعد أن قامت عناصر حثية بالصعود إلى متن السفينة وتفخيخ سطحها بجوار فتحات الخزانات ثم التفجير عن بعد وهو ما أدى إلى اشتعال الحرائق وسط مخاوف من غرقها أو انفجارها أو تسرب حمولتها من النفطة ومع المخاوف من كارثة بيئية كبرى يكشف وزير الإعلام اليمني عن أن الهجوم الذي تعرضت له سونيون هو التاسع من نوعه منذ نوفمبر 22 الماضي ضد ناقلات النفط في البحر الأحمر مسؤولون في اليمن وخبراء البحار حذروا من عدم اكتراث الحوثيين لأي تسرب في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي على اليمن والشريط الساحلي والدول المتشاطئة والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة إلى جانب مخاطر على الاقتصاد إثر تراجع حركة السفوني في البحر الأحمر اشتركوا في القناة